تجوال الانقصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة البيان الإماراتية التي عنوانت بين صفحاتها طفل لا يمكنه التوقف عن شرب الماء يعاني طفل في السادسة من عمره من حالة صحية نادرة تجبره على شرب الماء على الدوام بسبب خلل في عمل وظائف كليتيه وتم نقل الطفل إلى المستشفى بعد أن لاحظ والده بأنه يشرب الماء بشكل مفرط بسبب شعوره الدائم بالعطش واكتشف الأطباء بأن كليتي الطفل تعملان بنسبة 25% فقط وهو مستوى يوجد عموما في الأشخاص الذين تزيد عمارهم عن 80 عام صحيفة الأيام البحرينية مشاهدين اخترنا منها لكم صور على انستجرام تكلف نجما إنجليزيا نصف مليون دولار تسببت صور نشرها نجم كرة القدم الإنجليزي جون تيري على انستجرام بتكبيده خسارة تتجاوز نصف مليون دولار إذ بسببها تنبه لصوص محترفون إلى أن الرجل كان خارج منزله في مكان بعيد فما كان منهم إلا أن انتهزوا الفرصة للسطو على المنزل ننطلع مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية بحيرة الأوساخ الروسية رائحة رائعة وعلاج للمرضى تمتلك شبه جزيرة القرم الروسية 26 مكانا للعلاج بالطين ذات محتوى معدني عالا من بينها بحيرة تشتهر بتطبيقات العلاج بالطين ويطلق عليها اسم بحيرة الأوساخ نظرا لخروج الأشخاص متسخين منها وتتواجد هذه البحيرة منذ العصور القديمة ويزورها السكان للعلاج ونقرأ من صحيفة الغد الأردنية هل أنت غني أم فقير وجهك يدل على ذلك أفاد دراسة أمريكية أن الوجه والفم من محددات الوضع الاجتماعي غير أن الاتسامة التي تعلو الوجه تبقى المؤشر الأبرز على غنى الشخص من عدمه وشدد العلماء على أن اتفاع دخل الشخص وغنىه ينعكس على تعبيرات الوجه الذي تظهر عليه السعادة بشكل واضح أما صاحب الدخل المنخفض فيكاد تعبير وجهه يلازم شكلا واحدا إلى صحيفة النهار اللفنانية مشاهدين ومنها نختم جولتنا الصحفية لهذا اليوم اتصلت بالطوارئ والسبب أفعى منتصقة في وجهها اتصلت امرأتهم بخدمة الطوارئ في ولاية أوهايو الأمريكية لتطلب مساعدتهم لإنقاذها من أفعى منتصقة بوجهها فوصل أفراد الإصعاف إلى الموقع بعد أربع دقائق وتعذر عليهم إزالة الأفعى فقرروا قطع رأسها بواسطة سكين